طيب هنا بس احنا بنراجع ايه هو المالوير ايه هو الفيروس ايه هو التروجان ايه هو الوورم ايه هو البوتنت وايه هو الادوير كل الكلام اللي شايفين قدامنا دي هي الهجمات او العناصر اللي بتؤدي للاضرار في الامن الرقمي او في الامن السبراني المالوير ده جماعة هو يعتبر المظلة العامة اللي تحتيها بتندرك كل الحاجات اللي خضرتك شايفها قدامك دي كلمة مالوير معناها تطبيق خبيث الفيروس هو تطبيق خبيث التروجان هو تطبيق خبيث الوورم هو تطبيق خبيث طب ايه الفرقات المبينهم الفيروس هو تطبيق معمول عشان يضر الجهاز بتاعك ولكن التروجان هو تطبيق معمول عشان يظهر ان هو تطبيق كويس زي مثلا انك تحمل آلة حزبة من الانترنت ده تطبيق ولكن في طيات هذا التطبيق في كود برمجي خبيث بيعمل على الجهاز بتاعك باك دور او بوابة يقدر الهاكر يدخل بيها على النظام بتاعك الكراك نوع من النوع تروجين لان انا ما عرفش هل الكراك ده فقط هيفتح لي الجيم او التطبيق ولا كمان ممكن يقدي لضرر في النظام بتاعي كلمة تروجين عموما جاية من كلمة حصان تروابة المدينة اللي كانت موجودة في الأراضول واللي لما الجيوش اليونانية ما قدرتش نختارقها عملت لهم حصان ده كان وقتها الرمز المقدس في هذه المدينة وخبوا العساكر او الجنود اليونانيين جوه الحصان ودخلوا جوه المدينة هود من هنا جاية كلمة تروجين الورم هو تطبيق خبيس ولكن كمان بيقدر ان هو يعمل ريبليكيشن لنفسه يعني يقدر يعمل تخليق لنفسه وينشر نفسه على اكبر عدد ممكن من الأنظمة اللي موجودة في الشبكة البوتنت او الزومبي ارمي بتكون عبارة عن أجهزة مخترقة الهاكر بيستخدمها عشان يعمل هجوم اسمه حجب الخدمة الموزع او الادوير ده نوع من التطبيقات الخبيثة اللي بيخلي جهازك تظهر عليه إعلانات غير مرغوف فيها ده بنسميه الادوير اما الكيلوجر فده بيكون تطبيق خبيث هدفه ان هو يكتب او يقدر ان هو يلتقط اي حاجة حضرتك بتكتبها على لوحة المفاتيح الخاصة بجهازك بناء عليه اي كلمة مرور هتكتبها اي حاجة هتفتحها التطبيق اللي اسمه الكيلوجر دوت لو انت نزلته على جهازك سواء متعمد او غير متعمد في وقتها اي حاجة هتكتبها هيتم ارسالها للهاكر الرانسموير وده طبعا غني عن التعريف وهو فيروس الفيديا اللي هو باستخدامه بيقدر الهاكر انه يعمل تشفير للبيانات اللي موجودة على جهازك وبناء عليه تفقد الوصول لهذه البيانات اعتقد ان هو ده كده توضيح ايه هي الثريتس واتعرفنا على ايه هي الثريتس طبعا ايه اكثر الحاجات دي استخداما الحقيقة باش مهندس سوبيعي هي ميكس او مزيج من هذي الاشياء بمعنى ايه بمعنى ان عموما احنا كاكتر اشكال الهجمات اللي بتشوفها دلوقتي هو الهجوم باستخدام الرانسموير طب ازاي الرانسموير بيوصل الاجهزة اللي احنا بنستهدف ان احنا نضرها عن طريق ما يعرف باسم التصايد الاحتيالي او السوشال انجينيرينج بنلاقي ان السوشال انجينيرينج بيستخدم عن طريق ان انا ببعت ايميلات عشوائية لموظفين الشركات وبقولهم كشف حسابك البنكي نزل اضغط على هذا الرابط فيضغط على هذا الرابط فمن هذا الرابط ينزل على الجهاز الرانسموير الرانسموير لما ينزل الرانسموير نفسه نازل عشان يضر جهاز واحد لكن الرانسموير في طبيعته بيكون عبارة عن ورم فبيبدأ ان هو ينشر نفسه في الشبكة فانت مش هتلاقي حاجة واحدة من دي هي اللي موجودة لا انت هتلاقي مزيج من هذير اشياء بتستخدم مع بعضها البعض وان كان اقصرهم دلوقتي هو الرانسموير ولو احنا عايزين يا جماعة برضو نعرف معلومة زيادة او عايزين نفهم ممكن ندخل على جوجل ونقول ان احنا عايزين مثلا عشرين واحد وعشرين attack trends فمثلا وقتها ممكن نلاقي زي قايمة القايمة دي مثلا من اليو اس سيرت اللي هي تعتبر منظمة امريكية فدرالية مهتمة بمجال امن المعلومات فيبدأ ان هو يقولك ايه هي اكثر الهجمات اللي كانت بتتم على مستوى الامن الرقمي على مستوى العالم هو هنا مش هقولك فيروس مالوير لكن هيقولك بيتم الهجوم على الشركات اوقات الاعياد واوقات الاجازات بنعمل الهجوم على مستوى السابلايتشين عشان نزرع في هذه الانظمة backdoor او بوابة خلفية بنهاجم المؤسسات الصناعية زي مثلا نهاجم مخطات تحلية المياه نهاجم مخطات الطاقة الكهربائية الحاجات اللي هي فعلا بتضر الاقتصاد بتاع الدولة عن طريق بصوا الكلمة المكتوبة هنا رونسوموير اللي بيحصل اللي بيقدر ان هو يعمل تشفير لهذه البيانات الهجمات على الكلاود او على مجال الحوسبة السحابية فكل الكلام دوت كده ممكن تكون من الهجمات اللي بتكون موجودة اللي هو بقى هنا في شرحها هتلاقي بيتكلم على mix او هيتكلم على مزيج من الطبيقات اللي ممكن تحصل عشان نعمل هذا لجوه واعتقد ان احنا شرحنا ايه هو ال buffer overflow ااسف شرحنا ايه هو المالنزا ميدل شرحنا ايه هو ال DDoS وايه هو ال Dnall of Service وايه هو ال Social Engineering بالنسبة للباقي احنا ممكن نعمل عليه زي Search ونقرأه هوفر يعني حاجة زي ال buffer overflow ده يعتبر هجوم بيستهدف ان هو يخترق النظام بسبب صغارات موجودة في عملية software coding او في عملية برمجة النظام البداية او برمجة تطبيق معجم